عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عدة لقاءات خلال الأيام الماضية مع بطل العمل المناخي البريطاني رفيع المستوى لمؤتمر كوب 27 المناخ ناجل طوبينج جاء ذلك لمناقشة سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر جلعسكو للمناخ وآلياته للتعاون بينه وبين بطل العمل المناخي رفيع المستوى المصري لمؤتمر المناخ كوب 27 والمنتظر اختياره والإعلان عنه قريبا وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة خلال التجهيز للمؤتمر على الاستفادة من تجربة مؤتمر جلعسكو والمخرجات الناتجة عنه بالإضافة إلى التعاون البناء مع أبطال العمل المناخي مشيرة إلى أن مصر وضعت إطارا مؤسسيا لتجهيز للمؤتمر المناخ القادم بشار من الشيخ ذلك من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزرات المعنية على أن يكون وزير الخارجية رئيسا للمؤتمر ووزيرة البيئة المبعوث والمنصق الوزري للمؤتمر